النبي الذي واجه أعظم طاغيتين في التاريخ وكان المؤمن الوحيد على الأرض في زمانه بعد طفان نوح العظيم ساد الأرض الإيمان بالله تعالى لمدة زمانية كبيرة حتى بدأ الكفر في الظهور مرة أخرى على الأرض على يد عماليق قوم عاد فأنزل الله بهم أشد العقاب وساد الإيمان بالله تعالى كل ربوع الأرض مرة أخرى وبعد وقت قصير عاد الكفر للظهور على يد قوم ثمود فاستأصل الله شأفتهم من فوق الأرض ليسود الإيمان بالله ووحدانية الأرض كلها بعد انتهاء زمن العمالقة وحدوث الكارثة الكونية الكبرى الثانية على الأرض ولمن لا يعرف شيئا عن هذه الكارثة فليشاهد فيديو كارثة عالمية نهاية الحضارة الأولى في التاريخ ونهاية البشر على الأرض التاريخ الحقيقي وسأترك عنوانه في صندوق الوصف أسفل الفيديو بدأت حضارات جديدة تظهر على الأرض كان أبرزها الحضارة البابلية في بلاد الرافدين بالعراقي والحضارة الفرعونية في مصر وبدأ الإيمان بالله تعالى ووحدانية تتراجع في شتى بقاع الأرض حتى اختفت تماما نعم كما سمعتم جاء زمان على الأرض لم يكن هناك رجلا أو امرأة أو حتى طفل يعبد الله حتى خرج نور الله للأرض على هيئة شاب يعبد الله دون رسالة فتى صغير تغيرت الدنيا كلها من بعده كانت حياته كلها عبارة عن مغامرة كبرى لا يستطيع أحد غيره أن يخوض غمارها شاب صغير واجه أقوى طواغيت زمانه هدم بحجته أعتى حصون الجبابرة وهز بمنطقه القوي أقوى العروش والحكام في زمانه هو خليل الله إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله برسالته وفضله على كثير من خلقه كان إبراهيم يعيش في قوم يعبدون الكواكب فلم يكن يرديه ذلك وأحس بفطرته أن هناك إلها أعظم حتى هداه الله واصطفاه برسالته وأخذ إبراهيم يدعو قومه لوحدانية الله وعبادته ولكنهم كذبوه وحاولوا إحراقه فأنجاه الله من بين أيديهم جعل الله الأنبياء من نسل إبراهيم فولد له إسماعيل وإسحاق قام إبراهيم ببناء الكعبة مع إسماعيل هو أحد أولي العزم الخمسة الكبار الذين أخذ الله منهم ميثاقا غليظا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد بترتيب بعثهم وهو النبي الذي ابتله الله ببلاء مبين بلاء فوق قدرة البشر وطاقة الأعصاب ورغم حدة الشدة وعنت البلاء كان إبراهيم هو العبد الذي وفى وزاد على الوفاء بالإحسان وقد كرم الله تبارك وتعالى إبراهيم تكريما خاصا فجعل ملته هي التوحيد الخالص النقي من الشوائب وجعل العقل في جانب الذين يتبعون دينه وكان من فضل الله على إبراهيم أن جعله الله إماما للناس وجعل في ذريته النبوة والكتابة فكل الأنبياء من بعد إبراهيم هم من نسله فهم أولاده وأحفاده حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم جاء تحقيقا واستجابة لدعوة إبراهيم التي دعا الله فيها أن يبعث في الأميين رسولا منهم ولو مضينا نبحث في فضل إبراهيم وتكريم الله له فسوف نمتلئ بالدهشة نحن أمام بشر جاء ربه بقلب سليم إنسان لم يكد الله يقول له أسلم حتى قال أسلمت لرب العالمين نبيا هو أول من سمان المسلمين نبي كان جدا وأبا لكل أنبياء الله الذين جاءوا بعده نبي هادئ متسامح حليم أو واهم نيب يذكر لنا ربنا ذو الجلال والإكرام أمرا آخر أفضل من كل ما سبق فيقول الله عز وجل في محكم آياته واتخذ الله إبراهيم خاء فتح لام كسرى ياء لام ألف لم يرد في كتاب الله ذكر لنبي اتخذه الله خليلا غير إبراهيم قال العلماء الخلة هي شدة المحبة وبذلك تعني الآية واتخذ الله إبراهيم حبيبا فوق هذه القمة الشامخة يجلس إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن منتهى أمل السالكين وغاية هدف المحققين والعارفين بالله أن يحبوا الله عز وجل أما أن يحلم أحدهم أن يحبه الله أن يفرده بالحب أن يختصه بالخلة وهي شدة المحبة فذلك شيء وراء آفاق التصور كان إبراهيم هو هذا العبد الرباني الذي استحق أن يتخذه الله خليلا لكن يا ترى ماذا كان يعبد البشر على الأرض من دون الله قبل بعثة إبراهيم لم يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته ولا يتوقف عند عصره صراحة ولكنه يرسم صورة لجو الحياة في أيامه فتدب الحياة في عصره وترى الناس قد أنقسموا ثلاث فئات فئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية وفئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر وفئة تعبد الملوك والحكام وفي هذا الجو ولد إبراهيم ولد في أسرة من أسر ذلك الزمان البعيد لم يكن رب الأسرة كافرا عاديا من عبدة الأصنام كان كافرا متميزا يصنع بيديه تماثيل الآلهة وقيل أن أباه مات قبل ولادته فرباه عمه وكان له بمثابة الأبي وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأبوة وقيل أن أباه لم يمت وكان آزره ووالده حقا وقيل أن آزر اسم صنم اشتهر أبوه بصناعته ومهما يكن من أمر فقد ولد إبراهيم في هذه الأسرة رب الأسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة ومهنة الأبي تطفي عليه قداسة خاصة في قومه وتجعل لأسرته كلها مكانا ممتازا في المجتمع هي أسرة مرموقة أسرة من الصفوة الحاكمة من هذه الأسرة المقدسة ولد طفل قدر له أن يقف ضد أسرته وضد نظام مجتمعه وضد أوهام قومه وضد ظنون الكهنة وضد العروش القائمة وضد عبدة النجوم والكواكب وضد كل أنواع الشرك باختصار مرت الأيام وكبر إبراهيم كان قلبه يمتلئ من طفولته بكراهية صادقة لهذه التماثيل التي يصنعها والده لم يكن يفهم كيف يمكن لإنسان عاقل أن يصنع بيديه تمثالاً ثم يسجد بعد ذلك لما صنع بيديه لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم ولا تستطيع أن تعتدل لو قلبها أحد على جنبها كيف يتصور الناس أن هذه التماثيل تضر وتنفع قرر إبراهيم عليه السلام مواجهة عبدة النجوم من قومه فأعلن عندما رأى أحد الكواكب في الليل أن هذا الكوكب ربه ويبدو أن قومه إطمأنوا له وحسبوا أنه يرفض عبادة التماثيل ويهوى عبادة الكواكب وكانت الملاحة حرة بين الوثنيات الثلاث عبادة التماثيل والنجوم والملوك غير أن إبراهيم كان يدخل لقومه مفاجأة مذهلة في الصباح لقد أفل الكوكب الذي التحق بديانته بالأمس وإبراهيم لا يحب الآفلين فعاد إبراهيم في الليلة الثانية يعلن لقومه أن القمر ربه لم يكن قومه على درجة كافية من الذكاء ليدركوا أنه يسخر منهم برفق ولطف وحب كيف يعبدون ربا يختفي ثم يظهر يأفل ثم يشرق لم يفهم قومه هذا في المرة الأولى فكرره مع القمر لكن القمر كالزهرة كأي كوكب آخر يظهر ويختفي فقال إبراهيم عندما أفل القمر لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين تلاحظ هنا أنه عندما يحدث قومه عن رفضه لألوهية القمر فإنه يمزق العقيدة القمرية بهدوء ولطف كيف يعبد الناس ربا يختفي ويأفل لأن لم يهدني ربي يفهمهم أن له ربا غير كل ما يعبدون غير أن اللفتة لا تصل إليهم ويعاود إبراهيم محاولته في إقامة الحجة على الفئة الأولى من قومه عبدة الكواكب والنجوم فيعلن أن الشمس ربه لأنها أكبر من القمر وماء غابت الشمس حتى أعلن براءته من عبادة النجوم والكواكب فكلها مخلوقات تأفل وأنهى جولته الأولى بتوجيهه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ليس مشركا مثلهم استطاعت حجة إبراهيم أن تظهر الحق وبدأ صراع قومه معه لم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب بدأوا جدالهم وتخويفهم له وتهديده ورد إبراهيم عليهم قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون لا نعرف رهبة الهجوم عليه ولا حدة الصراع ضده ولا أسلوب قومه الذي اتبعوه معه لتخويفه تجاوز القرآن هذا كله إلى رده هو كان جدالهم باطلا فأسقطه القرآن من القصة وذكر رد إبراهيم المنطقي العاقلي كيف يخوفونه ولا يخافونهم؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ بعد أن بين إبراهيم عليه السلام حجته لفئة عبدة النجوم والكواكب استعد لتبيين حجته لعبدة الأصنام آتاه الله الحجة في المرة الأولى كما سيؤتيه الحجة في كل مرة سبحانه كان يؤيد إبراهيم ويريه ملكوت السماوات والأرض لم يكن معه غير إسلامه حين بدأ صراعه مع عبدة الأصنام هذه المرة يأخذ الصراع شكلا أعظم حدة أبوه في الموضوع هذه مهنة الأبي وسر مكانته وموضع تصديق القوم وهي العبادة التي تتبعها الأغلبية هنا تأتي المهمة الكبرى الثانية لإبراهيم عليه السلام والصراع مع الباطل ومواجهة عبدة الأصنام خرج إبراهيم على قومه بدعوته قال بحسم غاضب وغيرة على الحق إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عبدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال ميم ضم شد باء كسر يأنون قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين انتهى الأمر وبدأ صراع بين إبراهيم وقومه كان أشدهم ذهولا وغضبا هو أباه أو عمه الذي رباه كأب واشتبك الأب والابن في الصراع فصلت بينهما المبادئ فاختلفا الإبن يقف مع الله والأب يقف مع الباطل قال الأب لابنه مصيبة فيك كبيرة يا إبراهيم لقد خذلتني وأسأت إلي قال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا انتفض الأب واقفا وهو يرتعش من الغضب قال لإبراهيم وهو ثائر إذا لم تتوقف عن دعوتك هذه فسوف أرجمك سأقتلك ضربا بالحجارة هذا جزاء من يقف ضد الآلهة أخرج من بيتي لا أريد أن أراك أخرج انتهى الأمر وأسفر صراع عن طرد إبراهيم من بيته كما أسفر عن تهديده بالقتل رميا بالحجارة كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن عاصم بن أبي النجودي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال جعل ملك المطر يقول متى أؤمر فأرسل المطر فكان أمر الله أسرع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال علي بن أبي طالب أي لا تضري وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله قال وسلاما على إبراهيم لأذي إبراهيم ببردها وقال كعب الأحبار لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاقه وقال الضحاك يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه لم يصبه منها شيء غيره وقال السدي كان معه أيضا ملك الظل وصار إبراهيم عليه السلام في قلب الجوقة حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم فعن أبي هريرة أنه قال أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب ربك يا إبراهيم وروا ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته يا بني إني أريد أن أجيئ إليك فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك فقال نعم فأقبلت إليه لا يمسها شيء من حر النار فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت وعن المنهال بن عمري أنه قال أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما خمسين يوما وأنه قال ما كنت أياما وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها صلوات الله وسلامه عليه فأرادوا أن ينتصروا فخذلوا وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا قال الله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وفي الآية الأخرى الأسفلين ففازوا بالخسارة والسفال هذا في الدنيا وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم بردا ولا سلاما ولا يلقون فيها تحية وسلاما بل هي كما قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت ما هذا الرمح فقالت نقتل به الأوزاغة ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفئ عنه إلا الوزغة فإنه جعل ينفخها عليه انطلق المنجنيق ملقيا إبراهيم في حفرة النار كانت النار موجودة في مكانها ولكنها لم تكن تمارس وظيفتها في الإحراق فقد أصدر الله جل جلاله إلى النار أمره بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم أحرقت النار قيوده فقط وجلس إبراهيم وسطها كأنه يجلس وسط حديقة كان يسبح بحمد ربه ويمجده لم يكن في قلبه مكان خال يمكن أن يمتلئ بالخوف أو الرهبة أو الجزع كان القلب مليئا بالحب وحده ومات الخوف وتلاشت الرهبة واستحالت النار إلى سلام بارد يلطف عنه حرارة الجو جلس الكهنة والناس يرقبون النار من بعيد كانت حرارتها تصل إليهم على الرغم من بعدهم عنها وظلت النار تشتعل فترة طويلة حتى ظن الكافرون أنها لن تنطفئ أبدا فلما أنطفأت فوجئ بإبراهيم يخرج من الحفرة سليما كما دخل ووجهه يتلألأ بالنور والجلال وثيابه كما هي لم تحترق وليس عليه أي أثر للدخان أو الحريق خرج إبراهيم من النار كما لو كان يخرج من حديقة وتصاعدت صيحات الدهشة الكافرة خسروا جولتهم خسارة مريرة وساخرة وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين لا يحدثنا القرآن الكريم عن عمر إبراهيم حين حطم أصنام قومه لا يحدثنا عن السن التي كلف فيها بالدعوة إلى الله ويبدو من استقراء النصوص القديمة أن إبراهيم كان شابا صغيرا حين فعل ذلك بدليل قول قومه عنه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وكلمة الفتى تطلق على السن التي تسبق العشرين نأتي الآن للمواجهة الأقوى في التاريخ عندما وجد نبي الله إبراهيم نفسه في مواجهتين متتاليتين مع أكبر طاغيتين في زمانه بل وفي التاريخ كله مواجهة عبدة الملوك إن زمن اصطفاء الله تعالى لإبراهيم غير محدد في القرآن وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نقطع فيه بجواب نهائي كل ما نستطيع أن نقطع فيه أن إبراهيم أقام الحجة على عبدة التماثيل بشكل قاطع كما أقامها على عبدة النجوم والكواكب من قبل بشكل حاسم ولم يبق إلا أن تقام الحجة على الملوك المتألهين وعبادهم وبذلك تقوم الحجة على جميع الكافرين فذهب إبراهيم عليه السلام لملك متأله كان في زمانه وتجاوز القرآن اسم الملك لانعدام أهميته لكن روي أن الملك المعاصر لإبراهيم كان يلقب بالنمرود وهو ملك الآراميين بالعراقي كما تجاوز حقيقة مشاعره كما تجاوز الحوار الطويل الذي دار بين إبراهيم وبينه لكن الله تعالى في كتابه الحكيم أخبرنا الحجة الأولى التي أقامها إبراهيم عليه السلام على الملك الطاغية فقال إبراهيم بهدوء قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال الملك أنا أحيي وأميت أستطيع أن أحضر رجلا يسير في الشارع وأقتله وأستطيع أن أعفو عن محكوم عليه بالإعدام وأنجيه من الموت وبذلك أكون قادرا على الحياة والموت لم يجاد الإبراهيم الملك لسذاجة ما يقول غير أنه أراد أن يثبت للملك أنه يتوهم في نفسه القدرة وهو في الحقيقة ليس قادرا فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب استمع الملك إلى تحدي إبراهيم صامتا فلما انتهى كلام النبي بهت الملك أحس بالعجز ولم يستطع أن يجيب لقد أثبت له إبراهيم أنه كاذب قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فهل يستطيع هو أن يأتي بها من المغرب إن للكون نظما وقوانين يمشي طبقا لها قوانين خلقها الله ولا يستطيع أي مخلوق أن يتحكم فيها ولو كان الملك صادقا في إدعائه الألوهية فليغير نظام الكون وقوانينه ساعتها أحس الملك بالعجز وأخرسه التحدي ولم يعرف ماذا يقول ولا كيف يتصرف انصرف إبراهيم من قصر الملك بعد أن بهت الذي كفر وكان هذا الانتصار المبين على أحد أهم طواغيت العصول القديمة وتأتي المحطة الثانية والتي لا تقل خطورة عن سابقتها وهي المواجهة مع الطاغية الآخر فرعون مصر يا لها من رحلة بالغة الصعوبة تلك التي مررت بها يا خليل الله انطلقت شهرة إبراهيم في المملكة كلها تحدث الناس عن معجزته ونجاته من النار وتحدث الناس عن موقفه مع الملك وكيف أخرس الملك فلم يعرف ماذا يقول واستمر إبراهيم في دعوته لله تعالى بذل جهده ليهدي قومه حاول إقناعهم بكل الوسائل ورغم حبه لهم وحرصه عليهم فقد غضب قومه وهجروه ولم يؤمن معه من قومه سوى امرأة ورجل واحد امرأة تسمى سارت وقد صارت فيما بعد زوجته ورجل هو لوط وقد صار نبيا فيما بعد وحين أدرك إبراهيم أن أحدا لن يؤمن بدعوته قرر الهجرة قبل أن يهاجر دعا والده للإيمان ثم تبين لإبراهيم أن والده عدو الله وأنه لا ينوي الإيمان فتبرأ منه وقطع علاقته به للمرة الثانية في قصص الأنبياء نصادف هذه المفاجأة في قصة نوح كان الأب نبيا والابن كافرا وفي قصة إبراهيم كان الأب كافرا والابن نبيا وفي القصتين نرى المؤمن يعلن براءته من عدو الله رغم كونه ابنه أو والده وكأن الله يفهمنا من خلال القصة أن العلاقة الوحيدة التي ينبغي أن تقوم عليها الروابط بين الناس هي علاقة الإيمان لا علاقة الميلاد والدم خرج إبراهيم عليه السلام من بلده وبدأ هجرته سافر إلى مدينة تدعى أور ومدينة تسمى حارانة ثم رحل إلى فلسطين ومعه زوجته المرأة الوحيدة التي آمنت به وصحب معه لوطة الرجل الوحيد الذي آمن به بعد فلسطين ذهب إبراهيم إلى مصر وطوال هذا الوقت وخلال هذه الرحلات كلها كان يدعو الناس إلى عبادة الله ويحارب في سبيله ويخدم الضعفاء والفقراء ويعدل بين الناس ويهديهم إلى الحقيقة والحق وتأتي بعض الروايات لتبين قصة إبراهيم عليه السلام وزوجته سارت وموقفها مع ملك مصر فتقول وصلت الأخبار لملك مصر بوصول رجل لمصر معه إمرأة هي أجمل نساء الأرض فطمع بها وأرسل جنوده ليأتونه بهذه المرأة وأمرهم بأن يسألوا عن الرجل الذي معها فإن كان زوجها فليقتلوه فجاء الوحي لإبراهيم عليه السلام بذلك فقال إبراهيم عليه السلام لسارة إن سألوك عني فأنت أختي أي أخته في الله وقال لها ما على هذه الأرض مؤمن غيري وغيرك فكل أهل مصر كفرة ليس فيها موحد لله عز وجل فجاء الجنود وسألوا إبراهيم ما تكون هذه منك قال أختي لنقف هنا قليلا قال إبراهيم حينما قال لقومه إني سقيم وبل فعله كبيرهم هذا فاسأله وهي أختي كلها كلمات تحتمل التأويل لكن مع هذا كان إبراهيم عليه السلام خائفا جدا من حسابه على هذه الكلمات يوم القيامة فعندما يذهب البشر له يوم القيامة ليدعو الله أن يبدأ الحساب يقول لهم لا إني كذبت على ربي ثلاث مرات ونجد أن البشر الآن يكذبون أمام الناس من غير استحياء ولا خوف من خالقهم لما عرفت سارة أن مليك مصر فاجر ويريدها له أخذت تدعو الله قائلة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافرة فلما أدخلها عليه مد يده إليها ليلمسها فشل وتجمدت يده في مكانها فبدأ بالصراخ لأنه لم يعد يستطيع تحريكها وجاء أعوانه لمساعدته لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء فخافت سارة على نفسها أن يقتلها بسبب ما فعلته بالملك فقالت يا رب أتركه لا يقتلني به فاستجاب الله لدعائها لكن الملك لم يتب وظن أن ما حدث كان أمرا عابرا وذهب فهجم عليها مرة أخرى فشل مرة ثانية فقال فكيني فدعت الله تعالى ففكه فمد يده ثالثة فشل فقال فكيني وأطلقك وأكرمك فدعت الله سبحانه وتعالى ففكه فصرخ الملك بأعوانه أبعدها عني فإنكم لم تأتوني بإنسان بل أتيتموني بشيطان فأطلقها وأعطاها شيئا من الذهب كما أعطاها جارية اسمها هاجرة هذه الرواية مشهورة عن دخول إبراهيم عليه السلام لمصر وكانت زوجته صارت لا تلد وكان ملك مصر قد أهداها سيدة مصرية لتكون في خدمتها وكان إبراهيم قد صار شيخا وبيض شعره من خلال عمر أبيض أنفقه في الدعوة إلى الله وفكرت سارة إنها وإبراهيم وحيدان وهي لا تنجب أولادا ماذا لو قدمت له السيدة المصرية لتكون زوجة لزوجها وكان اسم المصرية هاجر وهكذا زوجت سارة سيدنا إبراهيم من هاجر وولدت هاجر ابنها الأول فأطلق والده عليه اسم إسماعيل كان إبراهيم شيخا حين ولدت له هاجر أول أبنائه إسماعيل ولسنا نعرف أبعاد المسافات التي قطعها إبراهيم في رحلته إلى الله كان دائما هو المسافر إلى الله سواء استقر به المقام في بيته أو حملته خطواته سائحا في الأرض مسافر إلى الله يعلم إنها أيام على الأرض وبعدها يجيء الموت ثم ينفخ في الصور وتقوم قيامة الأموات ويقع البعث نأتي الآن لذكر أهم محطات في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام معجزة إحياء الموت ملأ اليوم الآخر قلب إبراهيم بالسلام والحب واليقين وأراد أن يرى يوما كيف يحيي الله عز وجل الموت حكى الله هذا الموقف في سورة البقرة قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لا تكون هذه الرغبة في طمأنينة القلب مع الإيمان إلا درجة من درجات الحب لله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن لها عزيز حكيم فعلى إبراهيم ما أمره به الله ذبح أربعة من الطير وفرق أجزاءها على الجبال ودعها بإسم الله فنهض الريش يلحق بجناحه وبحثت الصدور عن رؤوسها وتطيرت أجزاء الطير مندفعة نحو الالتحام والتقت الضلوع بالقلوب وسارعت الأجزاء الذبيحة للالتئام ودبت الحياة في الطير وجاءت طائرة مسرعة ترمي بنفسها في أحضان إبراهيم اعتقد بعض المفسرين أن هذه التجربة كانت حب استطلاع من إبراهيم واعتقد بعضهم أنه أراد أن يرى يداد الجلال الخالق وهي تعمل فلم يرى الأسلوب وإن رأى النتيجة واعتقد بعض المفسرين أنه اكتفى بما قاله له الله ولم يذبح الطير ونعتقد أن هذه التجربة كانت درجة من درجات الحب قطعها المسافر إلى الله المحطة الكبرى الثانية في حياة نبي الله إبراهيم رحلة إبراهيم مع هاجر وإسماعيل لوادي مكة استيقظ إبراهيم يوما فأمر زوجته هاجر أن تحمل ابنها وتستعد لرحلة طويلة وبعد أيام بدأت رحلة إبراهيم مع زوجته هاجر ومعها ابنها إسماعيل وكان الطفل رضيعا لم يفطن بعده وظل إبراهيم يسير وسط أرض مزروعة تأتي بعدها صحراء تجيء بعدها جبال حتى دخل إلى صحراء الجزيرة العربية وقصد إبراهيم واديا ليس فيه زرع ولا ثمر ولا شجر ولا طعام ولا مياه ولا شراب كان الوادي يخلو تماما من علامات الحياة وصل إبراهيم إلى الوادي وهبط من فوق ظهر دبته وأنزل زوجته وابنه وتركهما هناك وترك معها جرابا فيه بعض الطعام وقليلا من الماء ثم استدار وتركها وسار أسرعت خلفه زوجته وهي تقول له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه شيء لم يرد عليها سيدنا إبراهيم ظل يسير عادت تقول له ما قالته وهو صامت أخيرا فهمت أنه لا يتصرف هكذا من نفسه أدركت أن الله أمره بذلك وسألته هل الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم عليه السلام نعم قالت زوجته المؤمنة العظيمة لن نضيع ما دام الله معنا وهو الذي أمرك بهذا وسار إبراهيم حتى إذا أخفاه جبل عنها وقف ورفع يديه الكريمتين إلى السماء وراح يدعو الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم لم يكن بيت الله قد أعيد بنائه بعد لم تكن الكعبة قد بنيت وكانت هناك حكمة عليا في هذه التصرفات الغامضة فقد كان إسماعيل الطفل الذي ترك مع أمه في هذا المكان كان هذا الطفل هو الذي سيصير مسؤولا مع والده عن بناء الكعبة فيما بعد وكانت حكمة الله تقضي أن يمتد العمران إلى هذا الوادي وأن يقام فيه بيت الله الذي نتجه جميعا إليه أثناء الصلاة بوجوهنا ترك إبراهيم زوجته وابنه الرضيع في الصحراء وعاد راجعا إلى كفاحه في دعوة الله أرضعت أم إسماعيل ابنها وأحست بالعطش كانت الشمس ملتهبة وساخنة وتثير الإحساس بالعطش بعد يومين انتهى الماء تماما وجف لبن الأم وأحست هاجر وإسماعيل بالعطش كان الطعام قد انتهى هو الآخر وبدى الموقف صعبا وحرجا للغاية بدأ إسماعيل يبكي من العطش وتركته أمه وانطلقت تبحث عن ماء راحت تمشي مسرعة حتى وصلت إلى جبل اسمه صفا فصعدت إليه وراحت تبحث به عن بئر أو إنسان أو قافلة لم يكن هناك شيء ونزلت مسرعة من الصفا حتى إذا وصلت إلى الوادي راحت تسعى سعي الإنسان المجهدة حتى جاوزت الوادي ووصلت إلى جبل المروة فصعدت إليه ونظرت لترى أحدا لكنها لم ترى أحدا وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه وأسرعت إلى الصفا فوقفت عليه وهرولت إلى المروة فنظرت من فوقه وراحت تذهب وتجيء سبع مرات بين الجبلين الصغيرين سبع مرات وهي تذهب وتعود ولهذا يذهب الحجاج سبع مرات ويعودون بين الصفا والمروة إحياء لذكريات أمهم الأولى ونبيهم العظيم إسماعيل عادت هاجر بعد المرة السابعة وهي مجهدة متعبة تلهث وجلست بجوار ابنها الذي كان صوته قد بح من البكاء والعطش وفي هذه اللحظة اليائسة أدركتها رحمة الله وضرب إسماعيل بقدمه الأرض وهو يبكي فانفجرت تحت قدمه بئر زمزمة وفار الماء من البئر انقذت حياة الطفل والأم راحت الأم تغرف بيدها وهي تشكر الله وشربت وسقت طفلها وبدأت الحياة تدب في المنطقة صدق ظنها حين قالت لن نضيع ما دام الله معنا وبدأت بعض القوافل تستقر في المنطقة وجذب الماء الذي انفجر من بئر زمزم عديدا من الناس وبدأ العمران يبسط أجنحته على المكان نأتي الآن للمحطة الأخطر والقرار الأصعب في حياة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام كبر إسماعيل وتعلق به قلب إبراهيم جاءه العقب على كبر فأحبه وابتلى الله تعالى إبراهيم بلاء عظيما بسبب هذا الحب فقد رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه الوحيد إسماعيل وإبراهيم يعلم أن رؤية الأنبياء وحي انظر كيف يختبر الله عباده تأمل أي نوع من أنواع الاختبار نحن أمام نبي قلبه أرحم قلب في الأرض اتسعى قلبه لحب الله وحب من خلق جاءه ابن على كبر وقطعن هو في السن ولا أمل هناك في أن ينجب ثم ها هو ذا يستسلم للنوم فيرى في المنام أنه يذبح ابنه وبكره ووحيده الذي ليس له غيره أي نوع من الصراع نشب في نفسه يخطئ من يظن أن صراعا لم ينشأ قط لا يكون بلاء مبينا هذا الموقف الذي يخلو من الصراع نشب الصراع في نفس إبراهيم صراع أثارته عاطفة الأبوة الحانية لكن إبراهيم لم يسأل عن السبب وراء ذبح ابنه فليس إبراهيم من يسأل ربه عن أوامره فكر إبراهيم في ولده ماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه الأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا هذا أفضل انتهى الأمر وذهب إلى ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى انظر إلى تلطفه في إبلاغ ولده وترك الأمر لينظر فيه الإبن بالطاعة إن الأمر مقضي في نظر إبراهيم لأنه وحي من ربه فماذا يرى الإبن الكريم في ذلك؟ أجاب إسماعيل هذا أمر يا أبي فبادر بتنفيذه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تأمل رد الإبن إنسان يعرف أنه سيذبح فيمتثل للأمر الإلهي ويقدم المشيئة ويطمئن والده أنه سيجده إن شاء الله من الصابرين هو صبر على أي حال وعلى كل حال وربما استعذب الإبن أن يموت ذبحا بأمر من الله ها هو ذا إبراهيم يكتشف أن ابنه ينافسه في حب الله لا نعرف أي مشاعر جاشت في نفس إبراهيم بعد استسلام ابنه الصابري ينقلنا الحق نقلة خاطفة فإذا إسماعيل راقد على الأرض وجهه في الأرض رحمة به كي لا يرى نفسه وهو يذبح وإذا إبراهيم يرفع يده بالسكين استخدم القرآن هذا التعبير فلما أسلم هذا هو الإسلام الحقيقي تعطي كل شيء فلا يتبقى منك شيء عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لإمضاء أمره نادى الله إبراهيم انتهى اختباره وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعدهم المسلمون صارت هذه اللحظات عيدا للمسلمين عيدا يذكرهم بمعنى الإسلام الحقيقي الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل ومضت قصة إبراهيم ترك ولده إسماعيل وعاد يضرب في أرض الله داعيا إليه خليلا له وحده ومرت الأيام كان إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق وعبر الأردن وسكن في أرض كنعان في البادية ولم يكن إبراهيم ينسى خلال دعوته إلى الله أن يسأل عن أخبار لوط مع قومه وكان لوط أول من آمن به وقد أثابه الله بأن بعثه نبيا إلى قوم من الفاجرين العصاتي كان إبراهيم جالس لوحده في هذه اللحظة هبطت على الأرض أقدام ثلاثة من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل يتشكلون في صور بشرية من الجمال الخارقي ساروا صامتين مهمتهم مزدوجة المرور على إبراهيم وتبشيره ثم زيارة قوم لوط ووضع حد لجرائمهم سار الملائكة الثلاثة قليلا ألقى أحدهم حصة أمام إبراهيم رفع إبراهيم رأسه تأمل وجوههم لا يعرف أحدا فيهم بادروه بالتحية قالوا سلاما قال سلام نهض إبراهيم ورحب بهم أدخلهم بيته وهو يظن أنهم ضيوف وغرباء أجلسهم واطمأنا أنهم قد اطمأنوا ثم استأذن وخرج راغ إلى أهله نهضت زوجته سارت حين دخل عليها كانت عجوزا قد ابيض شعرها ولم يعد يتوهج بالشباب فيها غير وميد الإيمان الذي يطل من عينيها قال إبراهيم لزوجته زارنا ثلاثة غرباء سألته من يكونون قال لا أعرف أحدا فيهم وجوه غريبة على المكان لا ريب أنهم من مكان بعيد غير أن ملابسهم لا تشي بالسفر الطويل أي طعام جاهز لدينا؟ قالت نصف شات قال وهو يهم بالانصراف نصف شات اذبحي لهم عجلا سمينا هم ضيوف وغرباء ليست معهم دواب أو أحمال أو طعام ربما كانوا جوعا وربما كانوا فقراء اختار إبراهيم عجلا سمينا وأمر بذبحه فذكروا عليه اسم الله وذبحوه وبدأ شواء العجل على الحجارة الساخنة وأعدت المائدة ودع إبراهيم ضيوفه إلى الطعام أشار إبراهيم بيده أن يتفضلوا باسم الله وبدأه ويأكل ليشجعهم كان إبراهيم كريما يعرف أن الله لا يتخلى عن الكرماء وربما لم يكن في بيته غير هذا العجل وضيوفه ثلاثة ونصف شات يكفيهم ويزيد غير أنه كان سيدا عظيم الكرم راح إبراهيم يأكل ثم استرق النظر إلى ضيوفه ليطمئن أنهم يأكلون لحظ أن أحدا لا يمد يده إلى الطعام قرب إليهم الطعام وقال ألا تأكلون عاد إلى طعامه ثم اختلس إليهم نظرة فوجدهم لا يأكلون رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام عندئذ أوجس منهم خيفة في تقاليد البادية التي عاش فيها إبراهيم كان معنى امتناع الضيوف عن الأكل أنهم يقصدون شرا بصاحب البيت ولحظ إبراهيم بينه وبين نفسه أكثر من ملاحظة تؤيد غرابة ضيوفه لحظ أنهم دخلوا عليه فجأة لم يرهم إلا وهم عند رأسه لم يكن معهم دواب تحملهم لم تكن معهم أحمال وجوههم غريبة تماما عليه كانوا مسافرين وليس عليهم أثر لتراب السفر ثم هاهوذا يدعوهم إلى طعامه فيجلسون إلى المائدة ولا يأكلون ازداد خوف إبراهيم كان الملائكة يقرؤون أفكاره التي تدور في نفسه دون أن يشي بها وجهه قال له أحد الملائكة لا تخاف رفع إبراهيم رأسه وقال بصدق عظيم وبراءة أعترف إنني خائف لقد دعوتكم إلى الطعام ورحبت بكم ولكنكم لا تمدون أيديكم إلي هل تنون بي شرا؟ ابتسم أحد الملائكة وقال نحن لا نأكل يا إبراهيم نحن ملائكة لا وقد أرسلنا إلى قوم لوط ضحكت زوجة إبراهيم كانت قائمة تتابع الحوار بين زوجها وبينهم فضحكت التفت إليها أحد الملائكة وبشرها بإسحاقة سكت العجوز وجهها تعجبا قالت قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لا شيء عجيب عاد أحد الملائكة يقول لها ومن وراء إسحاق يعقوب جاشت المشاعر في قلب إبراهيم وزوجته شف جو الحجرة وانسحب خوف إبراهيم واحتل قلبه نوعا من أنواع الفرح الغريب المختلط كانت زوجته العاقر تقف هي الأخرى وهي ترتجف إن بشارة الملائكة تهز روحها هزا عميقا إنها عجوز عقيم وزوجها شيخ كبير فكيف كيف يمكن وسط هذا الجو الندي المضطرب تساءل إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون أكان يريد أن يسمع البشارة مرة أخرى أكان يريد أن يطمئن قلبه ويسمع للمرة الثانية منة الله عليه أكان ما بنفسه شعورا بشريا يريد أن يستوثق ويهتز بالفرح مرتين بدلا من مرة واحدة أكد له الملائكة أنهم بشره بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لم يفهم الملائكة إحساسه البشرية فنهوه عن أن يكون من القانطين وأفهمهم أنه ليس قانطا إنما هو الفرح لم تكن البشرى شيئا بسيطا في حياة إبراهيم وزوجته لم يكن لإبراهيم غير ولد واحد هو إسماعيل تركه هناك بعيدا في الجزيرة العربية ولم تكن زوجته سارة قد أنجبت خلال عشرتها طويلة لإبراهيم وهي التي زوجته من جاريتها هاجر ومن هاجر جاء إسماعيل أما سارة فلم يكن لها ولد وكان حنينها إلى الولد عظيما لم يطفئ مرور الأيام من توهجه ثم دخلت شيخوختها واحتضر حلمها ومات كانت تقول إنها مشيئة الله عز وجل هكذا أراد الله لها وهكذا أراد لزوجها ثم ها هي ذي في مغيب العمر تتلقى البشارة ستلد غلاما ليس هذا فحسب بشرتها الملائكة بأن ابنها سيكون له ولد تشهد مولده وتشهد حياته لقد صبرت طويلا ثم يأست ثم نسيت ثم يجيء جزاء الله مفاجأة تمحو هذا كله في لحظة فاضت دموعها وهي تقف وأحس إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإحساس محير جاشت نفسه بمشاعر الرحمة والقرب وعاد يحس بأنه إزاء نعمة لا يعرف كيف يوفيها حقها من الشكر وخر إبراهيم ساجدا على وجهه انتهى الأمر واستمرت البشرى في ذهنيهما معا نهض إبراهيم من سجوده وقد ذهب عنه خوفه واطمأنت حيرته وغادره الروع وسكنت قلبه البشرى التي حملوها إليه وتذكر أنهم أرسلوا إلى قوم لوط ولوط بن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن على مقربة منه وإبراهيم يعرف معنى إرسال الملائكة إلى لوط وقومه هذا معناه وقوع عذاب مروع وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودودة لا تجعله يطيق هلاك قوم ربما رجع قوم لوط وأقلعوا وأسلموا وأجابوا رسولهم وبدأ إبراهيم يجادل الملائكة في قوم لوط حدثهم عن احتمال إيمانهم ورجوعهم عن طريق الفجور وأفهمه الملائكة أن هؤلاء قوم مجرمون وأن مهمتهم هي إرسال حجارة من طين مسومة من عند ربك للمسرفين وعاد إبراهيم بعد أن سد الملائكة باب هذا الحوار عاد يحدثهم عن المؤمنين من قوم لوط فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها ثم أفهمه أن الأمر قد قضي وإن مشيئة الله تبارك وتعالى قد اقتضت نفاذ الأمر وهلاك قوم لوط أفهم إبراهيم أن عليه أن يعرض عن هذا الحوار ليوفر حلمه ورحمته لقد جاء أمر ربه وتقرر عليهم عذاب غير مردود عذاب لن يرده جدال إبراهيم كانت كلمة الملائكة إذانا بنهاية الجدال سكت إبراهيم وتوجهت الملائكة لقوم لوط عليه السلام وبعد حياة مليئة بالدعوة لله الواحد وبعد مواجهات كبرى مع أعطى الطغاة والجبارين في العالم وبعد حياة مليئة بالاختبارات الربانية لخليله إبراهيم عليه السلام جاءت لحظة الوداع كان سبب وفاة إبراهيم عليه السلام أنه أتاه ملك الموت ليقبضه فكره إبراهيم فرجع ملك الموت إلى ربه فقال إن إبراهيم كره الموت فقال دع إبراهيم فأنه يحب أن يعبدني حتى رأى إبراهيم شيخا يأكل ويخرج منه ما يأكل فكره الحياة وأحب الموت فأتى داره فإذا فيها أحسن صورة ما رأاها قط قال من أن؟ قال أنا ملك الموت فقال يا سبحان الله من هذا الذي يكره قربك ورؤيتك وأنت بهذه الصورة قال يا خليل الله إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بعثني إليه في هذه الصورة وإذا أراد بعبد شرا بعثني إليه في صورة غيرها وقبض إبراهيم عليه السلام بالشام عن ابن بابويه قال حدثنا أحمد بن موسى حدثنا محمد بن هروين الصولي عن عبد الله بن موسى الجمال الطبري حدثنا محمد بن الحسين الخشابي حدثنا محمد بن محسن عن يونس بن ضبيانة قال قال لي الصادق عليه السلام يا يونس قال أمير المؤمنين لما أراد الله قبض روح إبراهيم عليه السلام هبط إليه ملك الموت عليه السلام فقال السلام عليك يا إبراهيم قال وعليك السلام يا ملك الموت أداع أنت أمناع قال بل داع فأجبه فقال إبراهيم هل رأيت خليلاً يميت خليله قال فرجع ملك الموت حتى وقف بين يدي الله تعالى فقال إلهي قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم عليه السلام فقال الله جل جلاله يا ملك الموت اذهب إليه وقل له هل رأيت حبيباً يكره لقاء حبيبه إن الحبيب يحب لقاء حبيبه وتوفي إبراهيم بالشام ولم يعلم إسماعيل صلوات الله عليهما بموته فتهيأ لقصده فنزل على جبرائيل عليه السلام فعزاه بإبراهيم وقال يا إسماعيل لا تقل في موت أبيك ما يسخط الرب وإنما كان عبداً دعاه الله تعالى فأجابه انتظرونا بإذن الله في الحلقة القادمة مع فيديو مثير عن الحاكم الذي حكم الأرض ألف عام ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وإلى اللقاء